أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي متابعته المستمرة أولا بأول لنتائج اجتماعات لجنة إدارة الأزمات فيما يخص تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال اجتماع المجلس بمقره بالعالمين الجديدة شدد مدبولي على تنفيذ الإجراءات التي تم الإعلان عنها للتعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء واطلع رئيس الوزراء على مؤشرات أداء الطلاب بامتحان الثانوية العامة واستعرض أيضا رئيس الوزراء خلال الاجتماع تقريرا حول فعليات مؤتمر المصريين في الخارج والتوصيات التي تم التوصل إليها مؤكدا أنه سيتم دراسة مختلف التوصيات والمقترحات التي تم التوصل إليها في ختام فعليات المؤتمر والعمل على تنفيذها كما أكد أيضا أهمية مشاركة رئيس سيسي في القمة الروسية الأفريقية الثانية مشيرا إلى الرسائل المهمة بكلمة رئيس السيسي بالقمة والتي تضمنت تحديدا لمحاور رؤية مصر لتعميق التعاون المشترك